دوزول أغاني سلامة أبو البنات الجزء اللي تبتت هذا العام جزء الأخير الأخير كل شيء يقول أخير لا أخير أحنا أخير الله علم لا أصفي أخير وقع قبل ما ندويوا على القصة ديلك مع سلامة أبو البنات ندويوا على الأغاني ديال هذا السنة تخطينا كلمة يا سامحي ميش على كيديرو دموعي نزلوش كيديرو دموعي كيديرو دموعي ما نزلوش أولا هذيك نحن في الأول ما كناش غدينديروا ما كناش غدينديروا أغاني يعني هذه السنة كانت فيكرة تانية ومن البعد قلنا ما يمكنش أنه آخر جزء وأنا عندي عشق لسلامات أبو البنات خصوصا أنه داما ما بقاش داخل في أطار مسلسل مغربي وداما كان نظر على مسلسل بحال رزالين دا ودخل عن العائلة مال والبانون يعني لا ولا حتى تاريخيا يعني خمسات الأجزاء ما سهلش كان نظر أنه أول مسلسل مغربي عند خصوص الأجزاء فمن أن تناقش أنا والشركة المنتجة وهيشام جباري قلنا لي نديروا شي حاجة ولكن تكون مختلفة ما نديرواش أغاني كتر من أننا نعتمدوا على الإيماج ونوضفوا أغاني تكمل الإيماج فكانت هذيك الأغنية من الأروع الأغاني اللي دارت صراحة وحنا فاش كنا في السوديو بكاتنا يعني حتى الناس اللي صاحبوها في السوديو بكاتنا وخشنو كنواجد الكلمات كنواجدين اللحن كنواجد كنواجد الكلمات واللحن هي كلمات ألحن يونس آدم لصراحة دائما كيف أجأني لأنه الناس اللي كتعرف يونس آدم كتعرفوا ككاتب كلمات ولكن رغم الأروع الملحينين اللي كينين في المغرب أكيد أكيد كل الأمانة يعني وفاش توضفات بالضبط كتو عارفين لسان المواقف اللقطات أنا كنحضر للتصوير بل يعني أنا كنحضر للتصوير احنا لدينا البوان فوق دي المسلسل يكونوا لدينا البوان فوق لدينا اللقطات اللي غيكون فيهم اللي دي كليك وكذا وكان حضر أنا التصوير أنا وهيشام نكون مع المخرج ومالتما كنبنيو عليها وبيت لكم الأغنية لاسقعة بالضبط فوق بالأحلاس كل أمانة بهذاك اللقطات مصايبة والحمد لله يعني ذلك شي اللي كنا متخيلينه هو اللي واللي جميلة يصم هو أنه الأغنية عندها وعلى الحياة أخرى من غير المسلسل لدينا الناس اللي ربما ما تبينش المسلسل هتعجبهم الأغنية صح صح بالنسبة ل واش كتاب الفراق حتى هي كانت وضفات على اللقطة ديال الفراق ديال عمر لطفي وسلمة صلاح الدين وصراحة يعني اللي لحت أنه الناس ولد كتتتفرج في اللقطة كإيماج وكتحس بها كأغنية جميل فأولينا بحلها كانوا تضفوا كليب في مسلسل فهذا شيء أزوين صح وهذا الأغنية ديال باعي إسلام عندهم واحد المهمة هو أنهم يفيدوا القصة ويفيدوا تطورات ديال المسلسل ولكن اللي أولينا كنلاحظه هو أنهم يعيشوا في الوقت زيما وخان الناس من بعد ينسوا سلامة أبو البنات هذي يلقوا الأغنية وديها ذروع لها ودليل على هذا الشي هو أنه وصلت تندنس أنا تفاجأت أنه الأغنية من المسلسل اللي ما كتتعداش يعني دقيقة ونصف جهد دقيقة كتتوصل للمركز الرابع في التندنس وهذا شيء جامل صراحة شيء كيشرف وضروري كلمة على أشرف فقهي تبارك الله عليه أنا أول حاجة سأبدأ كلمة على أشرف الفقهي كصوت رائع جدا من الأجمل أصوات اللي صراحة هذا هذا كنقل مستقبل المغنية المغاربة تاني حاجة كلمة الأسد يونس آدم الذي أبدع كلمة ولحنا كلمة الموزع الرائح حمز الغازي ومنساش عازف الأول عربي عادل شرفي عادل شرفي عادل شرفي غزال تبارك الله ما شاء الله لأنه هذا شيء كامل اسمته صيف ليلة وحدة ليلة وحدة ليلة وحدة كل شيء كانوا الكلمات الألحنواجدين توزيعا موسيقيا أفكارا في ليلة وحدة بدينة مأسد لشياسة لنا مأسبات صباح